بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في بارت سري Specifications and Loading وإحنا بنقول موضوع Loading ده هو أهم حاجة في عملية الديزاين إنك تحدد الأحمال بتاعتك بطريقة صحيحة علشان بعد كده تعمل الديزاين بتاعك ويبقى الديزاين دوت Reliable إحنا بنقول بالنسبة لللود لازم نعتمد على مجموعة من المواصفات اللي هي Specifications عندنا ثلاث مواصفات بنشتغل عليهم اللي هما Uniform Building Code أو Basic Building Code أو Standard Building Code وديت الصور بتاعت المواصفات اللي تكلمنا عليها فعملية الديزاين نخلي بالنه إن فيه Minimum Load ما نقدرش نقل عنه ومن اللي بيحدد الميني مواصف دوت اللي هو ASCE ومنه إصدارين اللي هما ASCE 795 ده حصل عملية Updating ليه؟ وبقى 798 موضوع اللودنج إحنا حنقسمه إلى جزئين الديدلود والديدلود دوت المقصود بيه اللي هو الويت بتاع المنشأ بمعنى إن الويت دوت إنه يبقى ثابت كونستان سواء في الماجنيتيود أو في الاتجاه وعندنا مثالة هوات في بيم البيم ديت لها ديدلود اللي هو عبارة عن الوزن بتاعها وبنحسب الوزن بتاعها حسب القطاعات مثلا لو دي كاميرا الكاميرا ديت لها أبعاد فبنقول والله أنا بالنسبة لو خدت واحد متر يبقى البي في التي في واحد متر في جامع سي اللي هي كسافة الخرصانة الديدلود بتشمل إيه زي الوولز والفلورز والروف والسيرينج والستيرويز أو لو فيه تجهيزات والتجهيزات دي تثبتة ما بتتغيرش زي مثلا البايبينج ويت وفيه حاجات هنا بتبقى القيمة بتاعتها زي البيفمنت سيكنيس أو الإيرسفل اللي هو موجود بجوار الحوائط السندر طيب الجزء التاني اللي هنتكلم عليه اللي هو اللايفلودز وإيه اللي مقصود باللايفلودز هي الأحمال نتيجة إشغال المنشأ اللي عندك طيب بتشمل إيه بتشمل الأساس أو الأشخاص ودي صورة بتوضح أو لو أنا عندي مثلا فيه مكتبة هنا المكتبة ديت ممكن أغيرها بمعنى أن أنا ممكن أطلعها برا الغرفة ديت فبنسمي الكلام دوت لايفلودز الماكس ماملودز دوت مرتبط بالمنشأ اللي أنا هستخدمه بمعنى استخدامه إيه هل هو مكتبة هل هو غرفة والغرفة ديت هل في مبنى سكني أو في أوتيل في ميني ماملودز ما نقدرش نقل عنها ميني اللي بيحددها اللي هو الكود وده مبنى هوت بيوضح مجموعة اللوودز اللي ممكن تبقى موجودة اللي سنولود دواتي اعتبر ديت لود عندي الناس اللي جوه تعتبر لايف لود وهكذا طيب فيه تيبل عندي بيحددتلي اللوودز لكل مكان كل مكان عندي في المنشأ اللي عندي فيه ديت لود ده اللي هو تيبل اتنين واحد تابع المواصفة اللي هي اس سي اي سيبن ناينتي فاير الحاجة التانية بالنسبة للديد لود بيحدد ميني ماملود كونسنتريتد لود على اي منشأ حتى لو انا ما عنديش كونسنتريتد لود لا لا انا بصمم بفرض ان فيه كونسنتريتد لود وليه قيمة ميني مامل ما نقدرش نقل عنها طيب ده التابل اللي احنا غالبا بنشتغل عليه اللي احنا قلنا طبع المواصفة اس سي اي سيفن ناينتي فاير بيقولك ايه حسب المكان بتاعك في لايف لود يعني لو انت شغال على مبنى سكني او مبنى اداري اوفيس او مسلا المفروض اللايف لود ما يقلش عن كام الكوريدور الفرست فرور كلور وهكذا في عندي مسلا في الستورج وور هاوس هل هي لو في حالة اللايف لود كام او اللي في حالة اللايف لود بيساوي كام اذا قيمة اللايف لود بتعتمد على نوع المنشأ اللي احنا شغالين عليه او بتاع الستراكشور وجوه المنشأ نفسه حسب المكان جوه المنشأ الواحد في قيم مختلفة لللايف لود اشتركوا في القناة